رعى جلالة الملك عبد الله الثاني الحفلة الذي أقيم في قصر رغدان العامر بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة بحضور جلالة الملك رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وأصحاب السمو الأمراء والأميرات وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وألقيت خلال الاحتفال كلمات عبر فيها متحدثوها عن عظيم الشعور بالعزة والفخر بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين هذا وأنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية تقديرا لتفانيهم في خدمة الوطن وقد منح جلالته سيادة رئيس أسقفة الكنيسة الإنجليكانية حسام نعوم وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى وذلك لإسهاماته في تعزيز قيم الحوار والتسامح ومحاربة الفكر المتطرفي ودعمه لجهود الدفاع عن المقدسات في القدس وعموم الأماكن المقدسة